وبالمناسبة التطورات اللي موجودة في قطاع غزة اسمحوا لأقولكم ان احنا بنقوم بدور ايجابي جدا جدا في احتواء التصعيد اللي موجود ومحاولة تهديئة الامور والوصول الى ايقاف لهذا السراع وايضا لوقف اطلاق النار بشكل او باخر وايقاف نزيف الدم اللي بيتم دلوقتي وفي نفس الوقت بنسعى جاهدين بالتعاون مع الاشقاء والاصدقاء والشركاء عشان نعمل حاجتين احتواء التصعيد اللي احنا بنتكلم عليه ده وايضا مسندة المدنيين في قطاع غزة بالمساعدات التي هم في احواج الحاجة لها في ظل احنا من يوم 7 اكتوبر للنهاردة بنتكلم في اكتر من تقريبا يعني 14-15 يوم وطبعا ما فيش مية وما فيش كهربا وما فيش وقود وبالتالي حجم حتى مواد طبية ومواد غسية ومواد غزائية فاحنا بنبذل جهد كبير قوي عشان نخفف ما امكن عن اهلنا في القطاع من هذا التطور اللي احنا بنجابه دلوقتي مهم قوي ان احنا يعني نبذل كل الجهد لتقليل المعاناة ودايما في كل مناسبة احنا حصل خلال العشرين سنة اللي فاتوا تقريبا خمس جولات صراع من اسرائيل وبين يعني القطاع او حماس او الجهد الاسلامي او الجماعات اللي موجودة في القطاع خمس مرات وكان دور مصر دايما دور ايجابي في احتواء التصعيد وتهدئته وتخفيف اثار هذا السراع وبنقول في كل مرة ان مهم جدا ان حل القضية الفلسطينية هو من خلال الحل الدبلوماسي وحل الدولتين اللي بيعطي الامل للفلسطينيين وبيوجد دولة لهم على اراضي 67 او الاراضي التي احتلت في 67 وعاصمتها القدس وفي نفس الوقت يراعي الامن لكل من الشعب الفلسطيني والشعب الاسرائيلي